اليقظة الأمنية لمصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية تواصل تحييد التهديدات الإرهابية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من توقيف عنصر متطرف موال لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية يبلغ من العمر 27 عاما ويشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقطعات عابرة للحدود الوطنية وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام تم توقيف المشتبه فيه بقيادة ألوكوم بدائرة فمسجيد بضواحي مدينة تاتا وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة التي تبشرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية لمواجهة وتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين ويفيد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المعطيهة الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه قام بتحميل وتجميع العديد من المحتويات الرقمية من مواقع متطرفة بغرض الإلمام بطبيعة المواد والمستحضرات الموجودة في الأسواق التي تدخل في صناعة المتفجرات والتدرب على كيفية إعدادها وتحضيرها لصنع أجسام متفجرة لاستعمالها في عمليات إرهابية باستخدام سيارة مفخخة كما أوضحت الأبحاث والتحريات وفق البلاغ أن المشتبه فيه كان يحضر لتنفيذ مشروعه الإرهابي بإعاز وتنصيق مع شخص متطرف ينشط خارج المغرب له ارتباط بأحداث إرهابية بأوروبا والذي تكلف بمهمة توفير الإمداد المالي والدعم اللوجستيكي لاقتناء الأسلحة ومستلزمات صناعة المتفجرات بينما عهد للمشتبه فيه الموقوف بالمغرب بمهمة استقطاب وتجنيد الأشخاص المنذورين لتنفيذ المخطط الإرهابي بالمغرب وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث كشفت أن هذا المخطط الإرهابي كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب بالمغرب وبعض المسؤولين السامين في مؤسسة وزارية وأمنية علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمصرفية والبنايات الأمنية الحساسة والتي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الأنترنت لتسهيل استهدافها كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر حسب البلاغة من حجز مجموعة من المواد المشبوهة بكميات متفوتة والتي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات بالإضافة إلى معدات معلوماتية تتضمن بيانات رقمية حول كيفية صنع المتفجرات وملصقات حائطية ذات حمولة متطرفة فضلا عن مخطوط مكتوب بخط اليد في شكل وصية يتوعد فيها بتنفيذ عمليات إرهابية عملية أمنية تؤشر على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي يؤكد البلاغ خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها الرامية لاستهداف أمن المملكة وسلامة المواطنين